موسيقى وإلى حمص حيث تم افتتاح مهرجان حمص المسرحي الثاني والعشرين بمشاركة خمس فرق مسرحية من مختلف المحافظات وبحضور فعاليات رسمية وشعبية كما تم عرض مشهد مسرحي بعنوان صرخة ألم يستمر المهرجان لمدة خمسة أيام بعدة عروض ولكل عرض ندوى نقدية لتقييمه في اليوم الثاني تفاصيل أوفى مع مرسلنا أسامة ديوب موسيقى نحن نرى اليوم جمهور حمص المتألق بشبابه وكل من له الرغبة والهواية في حضور هكذا مهرجانات ونقول للإرهابيين بأن موسيقانا أقوى من رصاصهم ومسرحنا وثقافتنا أقوى من إرهابيهم من هنا كان عندنا رسالة طبعا رسالة مهمة كتير إلى الداخل والخارج لحتى نقول رغم ما تتعرض له سوريا من هجمة كونية شرسة من قوى الشر في هذا العالم لا زالت سوريا كما علمت الناس الأبجدية الأولى قبل عشرة آلاف سنة علمتهم القراءة والكتابة حاليا سوريا تصنع أبجدية جديدة في القرن الواحد وعشرين تعلم الناس الصمود والمقاومة والفكر والإبداع والفن ضمن هذه الاحتفالية وضمن هذا التوجه يقام مهرجان حمص المسرحي الثاني والعشرين طبعا هو متابعة للمهرجان الماضي الحادي والعشرين ونحن في هذا العام نؤكد سمارية هذا المهرجان بشكل دائم وأيضا فورا انتهينا من هذا المهرجان سوف نبدأ بالتحضير لمهرجان الثقافة الموسيقية الثامن عشر الذي سوف يقام في الشهر الرابع المسرح هو يبني الإنسان يعني الحجر بيرجع بس الإنسان ما راح يرجع أنا اشتغلت على هذا الموضوع وحاولت جاهدا أنه خلينا أقول كانت البندقية تباهية المسرح يعني أهميتي المهرجان أنه رجعت الروح للمسرحيين ورجعت المتعة للمشاهدين شغلي ظريفي جدا والمسرح فائدته مالا حدود هذا المهرجان الآن يتزمن الآن في هذه الليلة يتزمن مع قامة مهرجان المسرح عماله في دمشق في هذه الليلة وقبلها كان في دمشق وبعدها سيكون في حماة وقبلها كان في السروداء هذا يعني أنه الحمد لله الأمور على الأرض عسكريا سياسيا اقتصاديا بخير مهرجان اليوم هو عرس حقيقي فعلا للمسرحيين بحمص ولجمهور حمص المسرحي اللي دائما يتوق يعني يشتاق لهذه الأيام أيام حمص المسرحية كثير حلو كثير مبصد نتمنى دائما هالفعاليات الضب نحب نجو نحضر دائما كان عبد كثير حلو كثير وصل شغلات حلوة من عبد الأول للمسرح للمسرحيين الأصيرة معاناة المواطن عبر عنا بشكل حلو فنحمص إن شاء الله ما بيوقفوا بيتطور دائما ودائما نحمص بتقدم شي جديد ورائع موسيقى 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 اشتركوا في القناة